نواب إخوان المسلمين نواب إخوان المسلمين كل أمانة اللي كان فيه صورة عامة بتقول إنه الله إخوان المسلمين حيستهدفوا الأثار إطلاقا كان كل المعارضة وإخوان المسلمين وقفين معانا وقفة جدة جدا للأسف الشديد إن بعض الناس مش عايزة يعني أصلي إحنا في مرة في وقت دلوقتي يعني مش عايزة لا أنا بسأل عن طبيعة المواجهة هو طبعا وأنا خارج واحد من الحزب الوقت كان عايزة يضربني وكنت هضربه في المجلس يعني واحد معروف محامل للأسف لكن أنا عايزة أقول إن رغم كل هذه المواجهات ما قدرناش نعمل اللي إحنا عايزينه إحنا قلنا أنا والوزير فرق حسني لو حصل كذا إحنا هنستقيل أنا وهو لكن العقوبة بتاع سرقة الأثار للأسف ضعيفة وأتمنى حتى بعد ما سألت التعديل حتى بعد ما سألت التعديل لازال عقوبة سرقة الأسرار ضعيفة يعني ما بتدي من 10 إلى 15 سنة ما عندكش مساحة بتديها للقاضي فممكن يحكم على واحد بسرق حضارة بلد بثلاث سنين ماينفعش فإحنا لازم نعيد الكرة لو إحنا قاعدين في هذا المكان وخصوصا إنه قطعة زي دي ما بيتمش التصرف فيها في ساعاتها ده ممكن يدخل ويخرج وبعد كده تتصرف فيه ترجمة نانسي قنقر